تنوع ما بين الثقافي والتراث وأيضا السينما لا نحكي أكثر عن فيلم سينمائي جديد تحت اسم موطني للمخرجي نغم كيلاني اللي تنظم حالياً إن عبر الخط الهاتفي يسعد الصباح يسعد صباحك وصباحا وصباح كل المستمعين والمشاهدين نعم بجادوكم أهلو سهلا نغم يعني في البداية لما عم نحكي عن فيلم اللي بيرصد ربما أمور مختلفة ونزعات ومناطقية في مدينة نابلس في الضف الغربي ليش نابلس بالتحديد؟ ليش نابلس بالتحديد؟ أنه أنا بنت نابلس يعني هو الفكرة كانت عن فلسطين كاملة أنا لأنه كنت عايشة في نابلس ومستقرة في نابلس بصد صلعت عشت شوية في رمالة رحت على الخليل نزلت على بيت لحم قطول كرم جنين يعني لفيت فبعد هيك حسيت أنه لازم أعمل فيلم بيحكي عن هذا الموضوع فما لقيت غير نابلس أنا بنت نابلس أنا بحب نابلس جداً فكانت أنه هي فعلاً عن نابلس بصورة نظور أنه فلسطين كفل رائع وإحنا منحب نابلس جداً نغم أكيد وكل مضلنا الفلسطينية سؤال لحضرتك نحكي شوي عن المضمون نحكي شوي أيضاً عن النماط السينمائي يعني هل عم نحكي على مشروع أو عمل درامي رواقي توثيقي دخلينا أكتر بالتفاصيل هو كانت لموثائقي كامل ما في كان أي دراما كانت لموثائقي بيحدث عن ثلاث شخصيات شخصية من مخيم بلاطة وشخصية من البلدة القديمة هذور الشخصيات كانوا هم مخور الفيلم أو هم اللي ياخدون لقصة الفيلم من أوله لآخره حلو جميل جداً يعني لما عم نحكي عن تفاصيل من هذا النوع أنت حكاتي نغم أنه سويت جولي على المدن الفلسطينية هل بتحس أنه الأمور اللي رصدتها بالفيلم أمور هي بتتقسمها كثير من المدن الفلسطينية أم بس موجودة بشكل حصري بنابلس لا هي جميع المدن الفلسطينية بدون استثناء بس أنا لما قلت لك لما أنا أجيت بدي أعمل الفيلم حصيت أنه لازم أعمل في مكان واحد بس هو تحديد لك كل فلسطين مش فقط نابلس طبعاً هيك كمان لازم يمكن نحكي عن منالية مشاهدة الفيلم وين عم يعرض اليوم لأي جمهور وين منقدر نشوفه إحنا كمان الفيلم هو عملته مع مؤسسة شاشاء هي بتام الأفلام دائماً وثائقية درامية وبدعم النساء عملنا عرضنا في أكثر من مؤسسة عملنا مهرجان أفلام تم عرض في يعني هي عبارة عن مهرجانات بتم عرض فيها الفيلم كمان الفيلم معرض في مصر شارك في مهرجان في مصر يعني هيك يعني هو ما فيه بتتشوفه على الديتيوب ما بتتشوفه في أي مكان إلا إذا بدكم نسخة من الفيلم تقدر تاخدوها من المؤسسة أو مني لأنه يعني ما بتتشوفه بس فيه تريلر على الفيستوب بتتشوفه على اليوتيوب جميل جداً جميل جداً ويعطيك ألف عافي نغم كيلاني المخرجي لفيلم موطني على هاي المداخلي وعلى تصليل الضوء على فيلم موطني إذن كيف ما حكت نغم التريلر أو الإعلان التسويقي والتشويقي والدعائي لا الفيلم موجود عبر فيسبوك وبالتالي كل المعلومات المتعلقة ترجمة نانسي قنقر